أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما أكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية تعد بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنعه ملح وفزة ومزايا واسعة للمستثمرين جاء ذلك خلال اللقاء رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين من جهته أوضح رئيس الهيئة أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو مليار وثماني مائة وتسعة وأربعين مليون دولار